سلام الله عليكم سيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنصدرق لحصة تطبيقات الكتابية والإملاء صحة 122 المدرجة من الأسبوع الأول من الوحدة الرابعة مجال الحرف والمعان المرجع مرفيدي في اللغة العربية للمستوى الثالث في طبعتها الجديدة إذن نبدأ أهلا بركة الله أصنف الأفعال الآتية تبعا للجدول إذن أفعال مبدوء بواو وأفعال مبدوء بيا إذن وجدوا الفعل وجد إذن فعل مبدوء بواو إذن قلنا أن الأفعال التي تبدأ بخرف علة نقول لها مثال إذن هنا وجد مبدوء بواو وجدوا يا قيضة الفعل يا قيضة مبدوء بيا يا قيضة يا قيضة يا قيضة يا قيضة وصلنا الفعل وصلة مبدوء بواو أيضا وصلنا يا سورة يا سورة في المبدوء بيا يا سورة يا سورة إذن الأفعال المبدوء بواو وجد وعاد وصلنا الأفعال المبدوء بيا يا قيضة يا سورة أتم حسب المطلوب إذن وجده هنا تحويل الفعل المثال حسب الضمائر وجده أنا وجدته أنت وجدتي هو وجده هي وجدت إذن وجده أنا وجدته أنت وجدتي هو وجده هي وجدت وصل أنا أصله أنت تصلين هو يصل هي تصل إذن أنا أصله أنت تصلين هو يصله هي تصله أضع كل كلمة من الكلمات الأتيف في مكان المناسب صغيرة مفيدة مخلص إذن كما قلنا نأتي تتبع منعوته أيضا في الحركة الأخيرة إذن قرأت قصة مفيدة مفيدة إذن عندي صغيرة مفيدة مخلص إذن قرأت قصة مفيدة لعبت بكرة صغيرة عندي تنوية الكسر إذن صغيرة لي صديق مخلص إذن قرأت قصة مفيدة لعبت بكرة صغيرة لي صديق مخلص أتلفظ الأسماء المكتوبة باللون الأحمر وألاحظ كيف كتبت إذن لاحظوا معي الأسماء المكتوبة بالأحمر الذي كتبت باللون واحدة هذا جد الذي صره ضوق الرفيع هذا جد الذي صره ضوق الرفيع إذن هذه أسماء موصولة إذن الأسماء الموصولة إذن الذي تكتب بالأيمين واحدة هذان جداي اللذاني لامان صرهما ضوق الرفيع إذن هذان جداي اللذاني صرهما ضوق الرفيع فرحت أمي بهدية التي اخترتها إذن لام واحدة فقط الهديتان اللتان اخترتهما ثمينتان الهدية التاني اخترتهما ثمينتان اذا اصلاحنا مزيان تبقي طريقة كتابة الاسماء باللون الاحمر كما كتلاحظوا الذي والتي تكتب بلام واحدة اللذاني اللتاني تكتب بلامين اذا اقرأوا وابضحوا الفرق بين الذي والذاني والتي والتاني اذا الذي للمفرد المذكر لاحظوا معايا هذا جدي الذي اذا انت عودوا على جدي الذي للمفرد المذكر اللذاني اللذاني للمثنى للمثنى المذكر لاحظوا معايا اللذاني للمثنى المذكر هذاني جدايا اللذاني صره مذكر رفيع اذا الذي للمفرد المذكر واللذاني للمثنى المذكر إذن لتي الآن لتي التي فرحت أمي بالهديه الهديه مفرض مؤنث إذن لليلمفرد المؤنث فرحت أمي بالهديه التي اخترتها الآن اللتاني إذن فرحت أمي بالهديتان اللتاني إذن لتاني مثنى مؤنث إذن الذي للمفرد المذكر الذي للمفرد المذكر التي للمفرد المؤنث اللتاني للمثنى المؤنث كنتمنى أنه يكون واضح أكتب الإسم المناسب الذي التي اللتاني اللتاني في الفراغ ميل حسان إلى الهندسة هو إذن هو يعود على الميل إذن الميل مفرد مذكر إذن هو الذي هو الذي جعله يختار المكعبات إذن ميل حسان إلى الهندسة هو الذي جعله يختار المكعبات البناية مفرد مؤنث البناية إذن التي التي شيد حسان كانت عالية إذن البناية التي شيدها حسان كانت عالية هذان هما الطفلان عندي جدير الأطفال قلنا لذاني تدل على المثنى المذكر إذن لذاني فازا في المسابقة الثقافية الثقافية إذن هذان هما الطفلان اللذان فازا في المسابقة الثقافية سناء وغزلان إذن مثنم أنه سناء وغزلان هما لتاني لتاني مثلت المدرسة في مصابقة تحدي القراءة إذن سناء وغزلان هما اللتاني مثلتا في مدرسة في مسابقة تحدي القراءة السؤال الثاني أكتب جملا استعمل فيها الذي التي ولذاني إذن مثلا جملة بها الذي إذن الذي حضر تلميذ الذي كان غائبا إذن حضر التلميذ الذي كان غائبا إذن جملة فيها كلمة التي نمتي الشتائل التي التي غرستها إذن نمت الشتائل التي غرستها جملة فيها كلمة اسم اللذاني إذن اللذاني الدي الديكان يصيحان في صباح الباكري إذن الديكاني يصيحان في الصباح الباكري إذن حضر التلميذ الذي كان غائبا نمت الشتائل التي غرستها الديكاني يصيحان في الصباح الباكر إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم مهيدا في فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تطيع ودائع ما السلامة